السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب واضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا يتلعوا عليها كل شيء منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. آآ بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصات عمل بكل سهولة. وكنا عرضنا فرصة وكانت فرصة حسرية عن طريق قناتنا في عملية التقديم والأبول. آآ فرصة التطوع في بيتنامش عملها معظم. انت كاليف وتم اعلان الفيزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والأبول فيها حسرية عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان وفرنا خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم الخلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك باتباهة شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. آآ وممكن آآ في الفيديو ده تطلع على قراء الناس اللي قدمت من خلالنا وازاي كان التعامل بيننا وبينهم ومدى مصداقياتنا واحترافياتنا في عملية التقديم. وعشان توصلك احاية جديدة من القناة بتاعتنا ياريتها من وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اول كمان لجميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك. رابط التقديم الخاصة بالمنح اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاهم موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب. آآ بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة جامعة بروني الممولة بالكامل. آآ الدولة هي بروني دار السلام. وطبعا دولة بتقدم منح كتير جدا. دولة تعتبر هي اغنى دولة اسلامية. آآ وهي موجودة في آآ قارة اسيا. آآ عدد السكان فيها وليل. دولة فعلا تستحق الناس كتير تسافر ليها وتدرس فيها آآ دولة من الدول متقدمة جدا 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 كمان عملتها آآ يعني متقربة مع الدولار يعني دولة ممتازة جدا. طيب. آآ بالنسبة ليه الجهة المانحة هي دار السلام دي الجامعة اللي هي 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 اللي مقدمة المنحة دي. آآ الدول المتاحة للتقديم جميع الدول متاحة للتقديم سواء دولة عربية افريقية اسياوية تقدر تقدم للفرصة بدون وجود اي مشكلة. طيب ايه هي المرحلة الدراسية اللي موجهة لها المنحة دي. المنحة دي موجهة لمرحلة الماجستير والدكتوراه. يعني لو انت عايز تدرس ماجستير ودكتوراه مسموح. آآ لو انت عايز تدرس باكالدريوس او ليسنس غير متاح في المنحة دي. تمام كده? طيب بالنسبة بقى للتمويل صراحة تمويل خرافي. آآ كل حاجة بتشملها لك. المنحة دي هتشمل لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان. كل الرسوم الدراسية على حساب المنحة انت مش هتدفع اي شي خلص. كمان هتشمل لك تزاكر الطيران من بلدك الى بروني. ذهابوا عودة مجانة من الدرجة السياحية. يعني تزاكر الطيران من بلدك لبروني وبعد لما تخلص ترجع لبلدك تاني على حساب الجامعة وكمان من الدرجة السياحية. يعني صعب تلاقي منح بتوفر كمان تزاكر طيران من الدرجة السياحية. آآ كمان هتوفر لك رياتب شهري خمسمائة دولار اه بتعادل حوالي نقول تلتمية وخمسين دولار او تلتمية وستين دولار فالعملة صراحة ممتازة عندهم برضو يعني مش عملة ضعيفة والراتب كافي جدا دي يعني حتى ادخل ودور كده عن الدولة هتلاقي ان الرواتب هناك اه عالية وكمان المصاريف الشخصية والطعام والحاجات دي كلها رخيصة جدا. تمام? الجامعة دي كمان هتوفر لك بجانب المرتب والتذاكر الطيران ورسوم الدراسة الكاملة المجانية هتوفر لك سكن جامع ممتاز مجانا هتوفر به كل شيء هتوفر لك كمان وجبات الطعام يعني انت كانك هتاخد الخمسمائة دولار دي صافية كده تقدر تستغلها في احتاجاتك الشخصية او تدخر منها او اي شيء تمام? اه كمان هتتكلف لك بمصاريف الابحاث والكتب الابحاث والكتب او اي شيء اه هتعمله هيكون على حساب الجامعة هتوفر لك الفين دولار تقدر تستخدمه في الكتب اه بتاعتك والابحاث واي شيء كمان طبعا بقى من الميزات طبعا القوية انك هتدرس في اغنى دولة اسلامية افضل جامعة من جامعات العالم اه تدرس في دولة اه يعني ممكن بعد التخرج تلاقي فرصة تعمل فيها كويسة جدا في اصلا يعني ناس كتير بدأت تتجه للهجرة الى الدولة الى الدولة دي لانها تعتبر من افضل الدول اه في العمالة والتدريس وما الى زينك طيب اه دلوقتي تعاني اتكلم عن التخصصات انا هنا هتطلقك قيمة التخصصات كلها هتلاقي حضرتك هنا بالمتقسمة بي الكليات مسلا هتلاقي دي التخصصات بتاعتها اه هتلاقي المصدر هتلاقي اه هنا دي الكليات تمام فانت هتشوف كل كلية وكل التخصصات موجودة تحتها تمام كده مصدر هنا مصدر هنا فاتشوف كل التخصصات اه وتشوف التخصص المناسب ليك وتقدم عليه آآ طيب في حاجة كمان بالنسبة لآآ مدة الدراسة عندنا بالنسبة لمدة الدراسة منقسمة لتلت فئات فيه عندنا في الدورات الدراسية ستكون مدة الدراسة في اصنا عشر شهرا بدوام كامل وفي ماجستير عن طريق البحث مدة الدراسة في اربعة وعشرين شهرا يعني سنتين يعني ايه الكلام ده؟ ايه الفرقة بين ماجستير هنا وماجستير هنا membraneil ده هو المدت سنة انت هتدرس مصل لمدة سنة هتخد فيه النظري فقط يعني هتدرس فيه مواد دراسية فقط مفيهوش اي حاجة عمالي. تمام بالنسبة للماجستير التاني الو ماجستير البحث هو هيكون لمدة سنتين. السنة قلول هتدرس فيها مواد دراسية والسنة التانية هتكون لمشروع التخرج بتاعك. انت هتاخد سنة كاملة تجاهز فيها مشروع التخرج ليكون الموضوع عمالي. تمام كده يبقى ده يعني بالنسبة ليه الماجستير وطبعا معظم الناس بتفضل اختيار ماجستير عن طريق البحث ده افضل طبعا لو انت حابب كنصيحة افضل ماجستير عن طريق البحث بالنسبة للدكتوراه الدكتوراه ستة وتلاتين شهر تلات سنين هتاخدهم دراسة للدكتوراه هي يعني التوقيت ده هو المتاح او المدة ده هي المتاح اللي هي ستة وتلاتين شهر فقط بدوام كامل طيب شروط التقديم للمنحة دي الشرط اللي هم مركزين عليه في المنحة دي ان تكون من الطلاب المتميزين اكاديميا خلال المرحلة الدراسية السابقة يعني انت لازم تكون من الطلاب اللي جايبين جريد عليها يعني جايبين درجات كويسة في المرحلة الاخيرة سواء لو هتقدم الماجستير يبقى تكون درجاتك كويسة في البكاليريوس او هتقدم للدكتوراه يبقى درجاتك كويسة في الماجستير فلازم يكون الدرجات بتاعتك تكون كويسة عشان تكون مؤهل للمنحة دي ان ده شرط من شروطهم للتقديم في المنحة دي. طيب هنا ملاحظة ان هزي المنحة لا تحتاج شاركة لغة انجليزية بشكل الزامي عندها التقديم. مش مطلوب منك ايلة ساقطويفي بشكل الزامي. لو معاك يكون كويس. مش معاك مش مطلوبة خالص ما بتأثرش بدرجة كبيرة. آآ كمان المنحة دي ليس بقى حد اقصى العمر. آآ الناس اللي بتدور على منح ما ما فيهاش آآ سن معين للدراسة. المنحة دي ما بتشتريتش سن معين وتقدر تقدم فيها برضو. طيب ايهي الاوراق آآ المطلوبة عشان تقدم في المنحة دي? الاوراق المطلوبة سهلة جدا. اول حاجة صورة جواز الصفر. تمام? تكون متواجدة معك. تاني حاجة كشف الدرجات لاخر مرحلة دراسية. آآ تجيب آآ كشف علامات بكل المواد اللي انت دراستها سابقا سواء لو هتقدم المستر بكالريوس تجيب آآ كشف الدرجات او هتقدم دكتوراه تجيب ليه المستر كشف الدرجات. آآ كمان تعمل خطة بحث ممتازة عايزين طبعا خطة البحث مطلوبة بشكل كبير جدا للناس اللي هتدرس ماجستير ودكتوراه فلازم تعمل خطة بحث ممتازة عشان هي من احد عوامل القبول برضو في المنحة دي آآ آخر حاجة هي ورقة حسن سير وسلوك آآ الورقة دي آآ بتجيبها من اي مؤسسة حكومية موجودة في بلدك يعني آآ مثلا من مدرية امن زي ما موجود في مصر مثلا او آآ قسم شرطة الورقة دي بتثبت انك خالي من اي آآ يعني جرائم انت مرتكبتش اي جرائم انت شخص نزيه في بلدك انت شخص آآ مستقيم معتدل تمام فبتثبت ان الشخص ده شخص آآ ملتزم في بلده مرتكبش اي جريمة فبتاخد الورقة دي من اي آآ مؤسسة حكومية آآ تمام آآ وهم بيعطيقوا الورقة يعني عالفين الورقة دي هما بيجهزوا لك طيب ايه هو اخر معاد للتقديم في الفرصة دي اخر معاد هو اربعتاشر يوليو الفين وعشرين يعني لسه في وقت تقدر تحضر كل الاوراقك وتجهز كل شيء عندك عشان تقدم في المنحة دي طيب بدء الدراسة امتى بدء الدراسة هيكون في يناير الفين وعشرين آآ تبدأ السميستر الاول للدراسة في الجامعة طيب كيفية التقديم آآ للمنحة دي عندنا طريقتين او مش طريقتين هما آآ يعني خطوتين عشان تقدم ليه المنحة دي اول حاجة ان لازم تملاق ابليكيشن اونلاين في ابليكيشن لازم تملاق بشكل اونلاين وترفق عليه الاوراق بتاعتك تاني حاجة بعد ذلك يعني بعد لما تملاق ترسل نسخة من الاوراق المطلوبة شايفين الاوراق دي اللي هي سورة جواء الصفر وكشفة درجات هترسل منها نسخة في ملف واحد الى عنوان الجامعة يبقى في خطوتين اللي لازم تكملهم مع بعض ما ينفعش تعمل الجزء او تعمل خطوة الاولى وتسيجل خطوة تانية لأ الخطوتين لازم يكتمل مع بعض بعد لما تملاق ترسل نسخة ورقية الى الجامعة على هذا العنوان ده عنوان الجامعة فتبعت لهم ايه النسخة دي تمام كده وهنا في ملاحظة ان احنا كقناة منح من كل الالوان بنتيح حملية للتقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزها يعني لو عايز تقدم من المنحة دي تقدر تقدم من خلالنا ونقدم لك بشكل الاحترافي بالاضافة كمان لو عايز مساعدة في ارسال الاوراق الى الجامعة ممكن ان شاء الله نساعدك في ارسال الاوراق الى الجامعة ونرسلها لك لو انت هتقدم من خلالنا ونجهز لك الاوراق فاحنا ممكن كمان نرسل لك الاوراق دي مباشرة الى الجامعة تكلفة بسيطة جدا فالموضوع يعني هيكون كويس اه وطبعا لو حابب تقدم بنفسك متاح برضو تقدر تتبع شرح الفيديو وتقدم بنفسك اه طيب هنا هتلاقيوا الاعلان الرسمي المنحة انا هتطولكم اه تقدروا تشوفوا كل التفاصيل هتلاقيوا الاعلان الرسمي فيه كل شيء بالنسبة للرواتب الشهرية بالنسبة ليه اه المنحة بتوفر ايه منساكن تزاكر طيران كل التفاصيل ده طبعا موقع الرسمي للجامعة كل التفاصيل هتلاقي هنا فتقدر تطلع عليها طيب اه دلوقتي اه عايزين نشوف اللي احنا كنا قلناه هنا هنملاس ازاي يعني انت لما تملل اونلاين هتملل الابليكيشن ده ازاي هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي عشان تدخل الابليكيشن اه للتقديم الانلاين ونملاها تمام هيفتح معنا الابليكيشن بالشكل ده هيفتح معنا بالشكل ده الابليكيشن اه مش مش كبير يعني اه بسيط بس لازم تملاها كويس اه اول حاجة في الابليكيشن لازم تختار التخصص بتاعك اه فتيجي تعمل هنا الاختيار اللي انت عايزه تختار ماجستير ولا دكتوراه وتختار التخصص هم متحين لك هنا انك تختار بحد اقصى تخصصين يعني لو اترفضت في التخصص الاول ممكن تتقبل في التخصص الاخر تمام كده هتختار بحد اقصى تخصصين هنا البيانات الشخصية بتاعتك تحط صورة جواز السفر هنا تحط هنا اسمك والجنسية بتاعتك اه تتكلم عن التاريخ الميلاد بتاعك تختار الجندر بتاعك تمام اه تحط رقم جواز الصفر تتكلم هنا عن معلومات التواصل معاك انت حاليا مقيم في اي دولة اه في اي مدينة اسم الشارع رقم التليفون الايميل الخاص بيك تضع كل الحاجات دي هنا دي اه معلومات التواصل مع اه شخص مسلا في حالة ان المنحة تعذر الاتصال معاك في البيانات انت حطتها في في الاعلى هنا فممكن هم يتواصلوا مع الشخص ده فتحط بيانات شخص مسلا قريبك اه اخوك اه والدتك والدك تحط البيانات دي هنا اه وهنا ده بالنسبة لشخص مسلا لو اه يعني انت حاليا مسلا مش مقيم مع اهلك او مقيم مع كفيل مسلا تكتب اسم الشخص ده اللي بيكفو لك وتضع بياناته هنا اه ويتحط اه طبعا البيانات اللي محتوط عليها العلامة الحمرة دي دي بيانات مطلوبة بشكل الزامية اما لو اي اسئلة تانية مش محتوطة قدامها العلامة الحمرة دي يبقى ده حاجة وتقدر تسيبها فضية عادي اه هنا بالنسبة للمعلومات بقى لو عندك اه اي بحس انت عملته يعني اي عندك اه فتقدر تضيفه لو ما عندكش بتسيب الجزئة دي فضية بالنسبة هنا المطلوب بشكل الزامي برضو تحطه هنا اللي هو خطة البحس اللي احنا كنا قلنا عليها ترفقها هنا بالنسبة خبرتك العملية اه تكلم عنها لو عندك خبرة في العمل تحطها اه يعني لو موجود اه تحطها هنا بالنسبة ليه هل انت عايز تملى المنحة ولا تقدم اه يعني تدفع الجامعة على حسابك فتيجي تضغط على كلمة ياس هنا اللي انت عايز تملى للمنح فلما تضغط على كلمة ياس هيتظهر لك هنا في الجزء ده انك تكتب اسم المنحة اللي انت عايز تقدم لها واسم المنحة اللي انا عايز اقدم لها مسلا اهو اللي احنا حطينه هنا اللي هو ده تيجي تعمل كوبي كده. تمام? وتروح رايح حاطة الاسم ده هنا. تمام كده? ده بالنسبة ليه اسم آآ المنح. هنا هتلاقي بعد لما تحط اسم المنحة وتكتب الخنات دي. في خانة تحتها بيقولك دي منحة برضو للدكتوراه. هي نفس المنحة هنا. فالدكتوراه الاشخاص اللي ما ادي مع الدكتوراه هي اللي تملك الجزء ده فقط. آآ وهنا بالنسبة ليه المعلومات بقى الدراسية او الخلفية التعليمية الاخيرة ليك تتكلم عن خلفيتك التعليمية. وعن الكليات اللي انت حضرتها يعني مسلا انت مقدم الماجستير فلازم تتكلم عن آآ بتاعك وإيه المؤسسة اللي انت حضرتها حضرت فيها الدرجة العلمية. ومن تاريخ امتى لتاريخ امتى او بتاعك. وهنا بالنسبة للغة الانجليزية. لو عندك اي شهادة من الشهادات دي بتحط الدرجة بتاعتي لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي وما كاتبين اهو تمام? آآ وهنا اللي هم التوصية طبعا شرحنا كتير جدا يعني ايه التوصيل اونلاين وان هم اشخاص آآ سواء كانوا مدرسين عندك في الجامعات او اسات جامعات او اصحاب عمل آآ ممكن تستعين بيهم وتضع بياناتهم والمنح هتتواصل معاهم ويجاوبوا على الاسئلة اللي هتطلبها منهم المنح. تمام مطلوب هنا اتنين بحد اقصر. آآ طيب. وهنا بيقول لك يعني لو عندك آآ او عندك احتياجات يعني اللي هم آآ اصحاب القدرات الخاصة او كده. فبتوضح للجزئة دي عشان يبقى هم على معرفة. وهنا بقى في الجزئة الاخيرة دي بتحمل بقى الاوراق بتاعتك زي صورة زي هنا لما قلنا فيه اوراق كتيرة جدا مطلوبة. آآ قلنا كشف الدرجات وورقة حسن بتحط بقى الاوراق البيا دي هنا في الجزئية دي. تمام كده? وهنا بتضغط على المربع ده عشان انت تثبت انك موافق على الشروط. وتكتب الارقام الكاباتش اللي موجودة هنا. وبعد كده تضغط على كلمة وكده انت قدمت للمنحة عن طريق الابليكيشن اونلاين. بعد لما بتقدم للمنحة المنحة بتبعط لك على ايميل بتاعك زي كود. الكود ده انت بتحتفظ به. وبعد كده بتاخد الكود والاوراق بتاعتك في في نسخة ورقية هارد كوبي. وبعدين بتروح تبعطها لعنوان الجامعة. فالجامعة بتشوف انك مالية الابليكيشن اونلاين وبتشوف ان النسخة الورقية موجودة عندهم فانت كده ورقك مكتمل وبيبدأ بتبدأ عملية المراجعة من قبل الجامعة واختيار الشخص اه او اختيار الاشخاص المقبولة في المنحة. كده شرحنا المنحة بالكامل. منحة ممتازة جدا. اه تشمل كل شيء من النادر انك تلاقي منحة في دولة من الدول القوية بتشمل كل الحاجات دي. فياريت تقدموا ليها لانها منحة ممتازة فعلا. اه وان شاء الله بالتوفيق ولبول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.